السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه العملة وبسرعة سنقوم بالحديث عنها لم أريد أن أقوم بتشجيل الفيديو بشكل طويل ولم أريد أن أقوم بتشجيل مقدمة إلى غير هذا فقط أريد أن أقوم بتاح لكم مميزات هذه العملة بالنظر لأنها تتحرك الآن في الوقت الحالي بشكل قوي الماركت كاب ثلاثة مليون دولار لكن يجب عليك معرفة شيء وتعرف أن الريسك فيها شيء ما يعني كبير وهي عملة متواجدة في منصات كبيرة لمشيط الماركت هنا ستشوف على أنها موضوع في واحد المنصات اللي هي كبيرة وهي عملة لو شاهدت حتى أن الكون ماركت كاب عارين هنا هي واحد نوتيف باش أننا نشوف هاد المشكل اللي مع هذه العملة هذي واللي حسب ما ذكر الكوي ماركت كاب على أنه لا ينصح بالشراء والبيع في هذه العملة بنظر المشاكل الحالية اللي كتعاني منها المشاكل شنو هي هاد المشاكل اللي كتعاني منها هو أنه هناك أزمة بشكل كبير جدا في هذه العملة بخصوص أن هاكز اللي دخلوا وسرقوا مية وعشرين مليون دولار من هذه العملة دخلوا وسرقوا مية وعشرين مليون دولار من منصة ديال البونك داو على حسب موقع ديال انفينسيك والحسب كذلك العديد من المواقع الأجنبية اللي هدهت على هاد الكون هدي وهدهت على البوتوكول ديال البونك داو اللي تعرض لهجوم يعني سائقة أكثر من مية وعشرين دولار هاد الشي هدا اللي خلانا أننا نشوفه واحد دامب قوي بخصوص هذه العملة وكيف ممكن عرفه على أنه وسط الأزمات يتم خلق الترواج هنا فرصة مناسبة يمكن لنا أن نقوم بشراء وحتى الآن يجب عليك لو في حال بكرت في شراء هذه العملة يعني يجب عليك أنك تقوم بمراقبة السعر حاليا مراقبة السعر ومراقبة السيت مارك عملة كبيرة عملة آريونس بلوك هذه العملة اللي غنخلي لكم هذا الرابط ديالها في أسفل في صندوق الوصف هي واحد العملة اللي صراحة عملة قوية مبنية على الإتريوم لكن المشكلة اللي عانت منها ممكن أن تكون واحد الفرصة كبيرة بالنسبة لبعض الناس أن تدخل فيها من هذه الأسعار وللنسبة لهذه الأسعار الحاليا إن شاء الله يعني سنشاهد واحد سنت العشر سنت عفوا عفوا نشوفها مرة أخرى تعود وإن شاء الله يعني على حسب يعني ما يشتغل عليه الفائق الآن يعني من أجل حل هذه المشاكل ربما بناء العملة دائما يصغر وقت طويل لكن ربما مشكل قد يؤثر بشكل كبير جدا على العملة ويتم سقطها على العموم حتى الآن هناك فرص مناسبة لو شاهدنا ولو قلت لي على أنه ما زال هناك هبوط ولا أعتقد ذلك بالنظر إلى أن شفت على أن الماركت كيب ديلا اللي وصلت 3 مليون دولار بخصوص هذا الكوين هذي وكذلك تعتبر هو أقل يعني أقل يعني ممكن أن تحدث على أن أقل ماركت كيب يمكن أن شفتوا في هذه العملة هذي الاليانس بلوك أحباب يعني بايحة كنت غادي نهضار على هذه العملة هذي وحتووا الباحة كتبها نهضار عليها لكن أريد أن أرى الشمعة ديال اليوم كيفاش جات والحمد لله كان هناك إذا شفنا على أن هنا بدأوا كيدخلوا المشترين في العملة يعني فقط حتى ننبه لكم هنا الشمعة اللي كانت يعني الشمعة اللي تقاتلوا هنا البائعين والمشترين بحيث أننا شفنا واحد الشمعة اللي يمكن أن نسميها شمعة عكاسية مرة أخرى هنا نفس الشيء كانت هناك وحد يعني الصراع ما بين البائعين والمشترين وهنا في الشمعة هذه أعتقد على أن هنا سوف تبدأ عملية الشراء وسنشاهد الأهداف الهدف الأول والذي سأقوم بطرحه لك الآن سأضع هنا البايس لابل وسأقوم باختيار هنا كهدف الأول اللي هو سفر يعني سفر يعني 27 كما يظهر معك على الشاشة بينما الهدف الثاني والذي هو يظهر على هذا الشكل والهدف الثالث اللي هنا والهدف الرابع في هذه المنطقة لربما الهدف الرابع قد أنتظر عليه الوقت طويل جدا بالنظر نتحدث هنا بالنظر على الماركت كيب لهذا بالنسبة لي سأقوم بالانتظار أنا إلى أن أحصل على الأرباح ديالي في هذه المنطقة وبعدها سأقوم بالحصول على جزء من أرباحي وهنا سنقوم مرة أخرى بوضع المستوى ديال السفر 5 أو 5 سنت وسأنتظر بلا أن أخرج من هذه العملة نعم دائما نعطيكم عملات تكون هنا تعمل الصعود لنقوم بالريح من خلالها والخروج والبحث عن عملات أخرى هذه الفرص وأنا أتحدث هنا عن ماركت كيب اللي هو كيف ما يظهر معك الآن يعني ماركت كيب اللي هو 3 مليون دولار لربما حل هذه الأزمة سيكمن في الفريق في تعامل الفريق والفريق بالطبع لكن ربما حتى أنه ممكن يكون فريق العملة هو اللي قام بالسارقة ديالة 120 أنا ما أتأكدش عليكم على أنه غادي يكون فريق العملة لكن ممكن على حسب ممكن أننا نشوفه مستقبلا كيفاش غايت تعامل الفريق مع هاد السارقة هنا غاى يأكد لنا واش الفريق كان عنده يدفد شيء أو لله لكن على حسب ما شفت أنا في الموقع ديالهم على تويتر الفريق يعمل جاهدا باش يرجع التقى ديال الناس والشرك يأكد على أنه على حسب ما يعني على أنه فيه نسبة كبيرة على أن الفريق ما عنده شيء علاقة مع هاد السارقة ولكن على العموم يبقى كل شيء وارد يبقى كل شيء وارد كما أخباتكم حتى المحللين يعني في تيرينج بيورر شفت على أنهم بدوك يحلوا هاد العملة هدي والإنهيار هذا بدوك يشوفوا موراح لأنه سيكون في مرحلة صعودية أخرى لكن على اعتقادي أنا شخصيا على أنني سأشاهد العملة لن أقول تعود للسعر ديالها لأنه في حقك الحالي صعب وصعب جدا لكن الأسعار اللي أخباتك عليها سنتقوم بمشاهدتها الاستفادة من هاد العملة يمكن شرائها عن طريق منصة كيو كوين أو عن طريق اليونيس وابلين معلومة مبنية على الاتريوم هاد العملة هدي ماشي يعني ماشي البامبي فهنايا حتى أنك يمكن أن تقوم بشيائها من أي منصة من هذه المنصات حتى الهوت بيت تشوفها فيها حتى الآن هذه العملة فقط كنظرة عامة حول هذه العملة هذه ومازل إن شاء الله سيكون عندنا حديث حولها في المستقبل ما بقى لنا الآن إلا نودعكم وننتقي في فيديو جديد وسنقوم بمراقبة الأسعار إن شاء الله مستقبلا ترقبوا معنا السعر الحالي لهذه العملة والذي يظهر معك على الشاشة حاليا اللي هو سفر تلتاشر استوستين هذا السعر وسنقوم برجوع إن شاء الله ونتابع هذه العملة والسلام عليكم